اشتركوا في القناة مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يزننا في أرض المحشر والعباد يحاسبون يحاسبهم رب العالمين سبحانه وتعالى وإحساس الحساب ده إحساس يبعث في القلب رعبا وخوفا ويبعث في القلب طمأنينة يبعث في القلب خوف أنك لازم تعد لكل خطأ تفعله عذر وجواب أنك ستسأل عن ما قدمك المشكلة يا جماعة أن الذي رأيك هو الذي سيحاسبك ده المرعب في الموضوع القاضي في الدنيا هو مش شايفك هو بيشوف ورق وبيسمع شهود فتقدر تلعب في الورق وتجيب شهود إذا أردت أن تهرب من حكمه وهو يحكم على نحو ما يسمع أو يقرأ لكن الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى أن الذي يحاسبك هو الذي رأيك وأنت تعصيه هو المطلع عليك سبحانه وتعالى فماذا ستفعل؟ ولذلك المنافق الجريء المنافق الجريء مفكر أنه زي ما كان بيضحك في الدنيا وبينصب وبيأخذ الأمور بالفهلوة ويأخذ ما ليس له أنه يعمل كده مع ربنا فيقول لربنا إني لا أرضى إلا شاهدا مني أنا مش مختنع بالشهود دول ولا بالصحائف ولا بالملايكة الذين يكتبون ولا بكلامك يا رب أنا عاوز شاهد مني أنا وكأنه في مخيلتي الضعيفة وكأنه يظن أنه بذلك سيعجز رب العالمين فيختم على فيه وتنطق جوارحه وتنطق الإيد والقدم والجلد والفخذ والعظام الكل يتكلم وتقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا ومشيت إلى كذا وكذا يوم كذا وكذا وتبدأ تظهر كل ما يظن الرجل أنه لن يظهر أمر مرعب وفي ذات الوقت استشعارك أن الله سيحاسبك قد يبعث في القلب طبأنيه كيف ذلك لما تقف بين يد رب العالمين سبحانه وتعالى الذي كنت تعبده ولما تراه كنت تعبد ربنا دون أن تراه لكنك موكن به فتقول له يا رب كنت أصلي لوجهك كنت أفعل ذلك ابتغاء وجهك فتبقى مطمم تقف بين يده الكريم سبحانه وتعالى الشكور جل شأنه ليجازيك عما فعلته ابتغاء وجهه برحمته لا بعملك عملك ده إنما هو سبب لكنك لو حسبت عذبت لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعم وأمرك بعبادة فلو وزن فلو وزنت وحكمت هذه العبادة إلى تلك النعم هتطلع مديون كتير جدا ولذلك الأعمال ما هي إلا سبب في دخول الجنة كعربون صدق كدليل صدق في إرادة الله في إرادة الله والدار الآخرة ولذلك هدعي بعد في القلب الطمأنينة أنك ستقف بين يدي من تصلي لأجله وتقوم الليلة ابتغاء وجهه وتقرأ القرآن أنسا به وتملأ وقتك بذكره وتنفق لأجله ده يطمنك أنك ستلقى جزاء وشكرا لفعلك قلنا أن الحساب منه العرض وتكلمنا عنه ومنه التوبيخ والعقاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة من ثلاثة أفراد ثلاثة أصناف ثلاث أنواع تسعر بهم النار دول كده أول ناس أمام العالمين هؤلاء يقذفون في النار تبدأ النار بقى تهيج بعدهم من هؤلاء أول واحد شهيد شهيد أيها شهيد أمام الناس هو شهيد الناس يقولوا عليه شهيد لكنه بينه وبين ربه ليس كذلك لكنه بينه وبين ربه ليس كذلك ييجي العبد ده يقف بينه أيه دي ربه فيعرفه نعمه عليه فيعرفه ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يذكر ما أنعم به على هذا الرجل فيعترف فيقول له عملت إيه فماذا عملت فيقول يا رب قتلت فيك قاتلت فيك حتى قتلت فيقول الله عز وجل كذبت إنما قاتلت ليقال جريء شجاع أسد بطل لم تقاتل ابتغاء وجه الله كذبت إنما قاتلت ليقال جريء ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ما يروحش النار ماشي يسحب على وجهه فيلقى في نار جهن ييجي التاني رجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه فيقف بين يدي ربه فيعرفه نعمه عليها فيعرفها فيقول له ربه فماذا عملت يقول قرأت القرآن فيك وأقرأته الناس وتعلمت العلم فيك وعلمته الناس فيقوله كذبت إنما قرأت ليقال قارئ إيه الجمال ده إيه الصوت والعظمة دي قرأت ليقال قارئ وتاخد مليون مشاهدة وآلف إعجاب والناس تدعوك وكل ما تخش مكان تقرأ ويقدموك للإمامة وعلمت ليقال عالم فقيم ما نعملش حاجة غير ما نسأله ولا نصدر عن شيء إلا نصدر عن رأيه وقد قيل أخدت جزائك في الدنيا وقال الناس ما كنت تبغيه كنت تعمل للناس فقال الناس ولم تكن تعمل ابتغاء وجهي ثم أمر به فسحب على وجهه فيه فرميه في النار الثالث رجل جواد كريم أعمال خيرية ويبني مساجد ويحفر أبار ما شاء الله يتكلم الناس بذكره فيأتي يقف بينها دي ربه فيعرفه نعمه عليه فيعرفه فيقول له ماذا يعمل؟ فيقول له يا رب ما ترقت سبيلا إلا وأنفقت فيه ابتغاء وجهك فيقول له كذبت إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعادل ده كده أول ثلاثة أول ثلاث أصناف يلقوا في النار ده الحساب أمر مرعب المؤمن يعامل بالعفو والتجاوز لذلك سمي عرضا وهؤلاء يعاملون بالحساب والمناقشة لذلك يهلكون نعوذ بالله من الهلكة ومن أسبابها وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة